اشتركوا في القناة داء الكلب والتيتنس ومستمرين إن شاء الله في هذه الحملة إلى أن تنتهي إن شاء الله بإذن الله ومعرفين أن المنطقة الجنوبية تحتاج إلى هذه الأمصال خاصة في الصيف لأن تكتر فيها لدغات العقارب والأفاعي وغيرها ذلك قررنا نحن مصرف اليقين أن نطلق هذه الحملة لرفع المعاناة عن المواظم في المنطقة الجنوبية والله توصلنا مع عدة مستشفيات وعطونا طلبياتهم ووفرنا لهم إن شاء الله من ناحية الأمصال حاليا وغطت الحملة مستمر إن شاء الله وإن بدنا الله أن نغفر فيها الأدوية المطلوبة إن شاء الله طبعا نشكر مصرف اليقين على أطلاقه المبادرة الخيرية لدعم المستشفيات المنطقة الجنوبية ونأمن لجميع الإمتضاعات الخاصة والمصارف أو الجهات الخاصة أن يحضر بدء مصرف اليقين في المنطقة الجنوبية لدعم المستشفيات ودعم المستشفيات سواء كانت عامة أو قروية أو مركزية أو تقصص بالنسبة للأمصال هو ما فيش إشكالية يعني كانت في إشكالية من سنتين ماضية لكن زي ما نقوله إحنا نعامل في المنطقة الجنوبية من العقارب من الأفاعي بالذات في دروة فصل الصيف فنأمل من جميع الجهات أن يكونوا دائمين بهذه المبادرة وأن يحدوا حدو مصرف اليقين في مدين الساعة ترجمة نانسي قنقر